اللواء من العاطف أو السيدة في مصر تتعاين في منصب مساعد وزير الداخلية هي ديما من العاطف المرأة الحديدية صاحبة القصة الأصلية لفيلم أبو شنب اللي عميته الفنانة ياسمين عبدالعزيز وهي الصباب الرئيسي في منع التحرش في السينمات أكيد كلنا فاكرين المشهد الخطير بتاع ياسمين عبدالعزيز وشايماء صيف فأبو شنب لما نزلوا السينما يلموا الشباب اللي بتحرشوا بالبنات وخدوهم كلهم على البوكس أو المشهد ده مش خيال لأن اللواء من العاطف كان بتنزل فعلا للسينمات وتقبض على الشباب المتحرشين وفضلت سنين وسنين تشتغل في مكافحة التحرش وكانت السبب الرئيسي أن أعداد البنات اللي بيتم التحرش بها يقل وعلشان كفايتها الكبيرة قررت الحكومة ترأيها لمنصب مساعد وزير الداخلية مرة واحدة وبالإنجاز ده بقت أول ستة مصرية تتعاين في المنصب ده وكمان خدت ملف حساس زي حقوق الإنسان علشان كده هي نموذج لكل الستات في مصر لأنها بتثبت إن السيدات واخدين حقوقهم في مصر وعلشان دورها والإنجاز اللي عملته انتشر خبر تعينها مساعد لوزير الداخلية في مصر كلها وبقت هي من أكتر الشخصيات اللي الناس بتتكلم عليها في السوشيال ميديا وناس كتير شكروا الحكومة على الخطوة العظيمة دي لما قرروا إنهم يعينوها بعد ما كان المنصب حكر على الرجال بس فخلاص كده جات المرأة الحديدية منال عاطف وبقت أول مساعدة في تاريخ وزارة الداخلية ودي كانت نهاية حلقتنا وما تنسوش اعملوا لايك وشل الفيديو واستنونا في حلقة جاية كتير ومفاجآت أكتر في مباشر من مصر